السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكوا احبائي في فيديو جديد من وصفات الاستاذة بالفيديو ده حابة اعرض لك بعد من تصميمات اجمل واحدث المطابق عشان لو انت عروسة تختاري منها وكمان لو انت بتجدد مطبخك طبعا يا حبيبتي المطبخ ده هو اساس البيت ولما بيكون ما تصمم صح بي ريحك جدا ومؤخرا زهر المطبخ الامريكي عشان يحل مشكلة ديكور المطبخ الصغير وممكن طبعا بيدي جوه اسري وجوه عائلي عموما عشان تختاري ديكور مطبخك لازم تحط في بالك اول شيء المساحة انت عندك المساحة في البيت كبيرة ولا صغيرة كمان تحط في بالك مكان المطبخ بالزبط انت عايزة يكون مفتوح على غرفة المعيشة ولا عايزة يكون منفصل وطبعا تخدي بالك كمان من الاضاءة يا ترى اضاءته كويسة وكمان التهوية واهتم طبعا بتنسق الالوان وانت عايزة اي نوع عايزة خشب ولا قلمتال وتحب تضيفي فيه لمسات من النباتات ولا لا يعني تحب تضيفي مثلا فيه اللون الاخضر وزي ما انت شايفا هنا في الفيديو المطبخ ما بقاش مجرد مكان تطبخ فيه خلاص لا ده مكان انت بتبقي مبسوطة فيه وبتقضي فيه وقت جميل ممكن مثلا تتفرج فيه على حاجة انت بتحبيها لانك طبعا بتقضي وقت كبير في المطبخ ممكن تشاهدي فيه مثلا تحط فيه شاشة وتتفرج فيه وفي المطبخ ممكن تكلمي اهلك او اصدقائك اسيبكوا بقى عشان تستمتعوا باجمل واحدث تصميمات المطابخ ولو عجبكوا الفيديو شيروا لاصحابكم اللي بيجددوا مطبخهم وكمان لو عجبكوا الفيديو ما تنسنيش بلايك وكمان لو حبيتوا تشتركوا عندي في القناة اهلن بيكوا حبيبي في قناتي ومع السلامة اشوفكوا في الفيديو جديد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة